مزال حديثنا عن الابن الضال يمكن تكون هاي قصتك اليوم وقصتي أنا إنها قصة النعمة الإلهية بكل عطاياها إنها قصة المحبة الإلهية بكل أبعادها إنها قصة الخطيئة بكل تعاستها وشقاوتها ومراوغتها وبشاعتها وفزاعتها فإن الخطيئة تشوه والخطيئة تلوث والخطيئة تنجس وتجرس وتفلس كما قال أحد رجال الله هذا الابن أحباء تخرج من مدرسة الخنزير صحي صحي على نفسه طب السؤال ليه ترك ليه يترك بيت الآب تعرف حبائي كتير ناس بتتوهم إنه إذا ترك يكون مستقل فإذن الخطيئة هي الاستقلالية عن الله ابعد عنا ابعد عنا مش عاوزينك مش عاوزين طرقك ولا معرفتك عاوزين أنا عاوز طريقي أنا طريقي أنا فأستقل يعني زي في سفر القضاء آخر إصحاح مكتوب كان كل واحد يفعل أو فعل ما حاسناه في عينيه فإذن لا قيادة دينية ولا سياسية ولا روحية أنا إله نفسي أنا المسؤول عن نفسي أنا حر دائما بتسمعها أنا حر كأنه وجود الشاب أو البنت في البيت يعتبر عبودية ترجمة نانسي قنقر